حلقة جديدة وحدات جديدة نرصدها مع حضراتكم يوميا على أرض مصر ونبدأ أولى فقراتنا وحدثة على أرض مصر أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاياته الرئاسية الأولى في 8 يونيو 2014 ومنذ ذلك الحين كان أولى اهتماماته بناء الجمهورية الجديدة على قواعد وأسس راسخة من حقوق الإنسان تسع سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت طفرة في حقوق الإنسان حيث تطلع المواطن المصري إلى الحياة في دولة مدنية حديثة قوامها المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون فكانت تغييرات هيكلية شملت دستورا جديدا وتشريعات مواكبة وسياسات طموحة تلبي تطلعات المصريين في حياة كريمة يتمتعون فيها بالمساواة دون تمييز محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية وتعتبر أحد أهم مشروعات النقل البحري وتستهدف وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ دات الأداء العالمي الحديث تشمل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على ساحات تبلغ نصف مليون متر مربع ويمكنها استقبال من ستة إلى سبع سفن في توقيت واحد وتبلغ أطوال الأرصفة 2450 مترا طوليا أنشأت محطة تحيا مصر برأس مال مصري مئة بالمئة وهي محطة دكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات بضائع عامة وتديرها شركة عالمية متخصصة في مجال الإدارة والتشغيل وبعد دخول محطة تحيا مصر في إطار التشغيل تساهم في دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل لتحقيق غرض وزارة النقل بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات وجذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية نظرا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل انتهى مجلس الوزراء من مشروع قانون خاص بالمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أوصى بتتشينه كما قام مجلس الوزراء بتحويل مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب إلى الحوار الوطني استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن اختصاصات المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب إعداد وصيغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بجميع أنواعه وجميع مراحله ووضع آليات متابعة وتنفيذ للاستراتيجية الوطنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب المختلفة ووضع السياسات موحدة للتعليم والتدريب بكل مراحل وبكل أنواعه والاستفادة من تحرير قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل هنتكلم عن هذه الخطوة الحقيقية نحو مستقبل التعليم في مصر وإنجازات الدولة أيضا في مجالات التعليم والبحث العلمي وبيشرفنا في الستوديو الأستاذ سيد مصطفى الكاتب الصحفي مدير تحرير الأهرام المسائي ومسؤول ملف التعليم أهلا بيك فانديم معي أهلا بيك فانديم أهلا بيك أستاذ يعني الحقيقة خطوة جديدة وتفرة فعلا ويعني تفكير عميق ورؤية واسعة جدا في وضع خطة للتعليم في مصر في هذا التوقيت كلمنا يا فانديم معالم يعني أركان هذه الرؤية وأصص هذه الرؤية أهدفها أي أيضا بسم الله الرحمن الرحيم احنا لو هنتكلم أستاذ غدا على التعليم والاهتمام بالتعليم كان واضح وبشكل كبير جدا أنه كانت رؤية عند الرئيس السيسي بالفعل لو احنا هنتكلم هنتكلم على التطوير قبل التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي وانشئات جامعات أهلية وانشئات جامعات تكنولوجية فكانت حتى رؤيته لتطوير التعليم أنه من وجهة نظره لا تنمية بدون تعليم شكرا اهتم بشكل شخصي ومتابعة شخصية لكل خطوات وتطور العملية التعليمية ابتداء ممكن من 2015 بدأت الخطة تتضح قدام الناس بدأت الناس تلاحصها وتحس بيها وده كان يمكن لما بدأنا في التعليم قبل الجامعي لو احنا نتكلم عن إنجازات التعليم قبل الجامعي هنلاقي إنجازات كبيرة جدا بدأت بتطوير التعليم من القاعدة يعني دي لأول مرة إحنا دايما كنا بنتحدث عن في الفترات السابقة عن تطوير التعليم دايما نلاقي إيها وانت كنت متابعة معنا والمشاهدين متابعين معنا إنه دايما كان بيتكلم عن تطوير التعليم الثانوية العامة لأول مرة نبدأ بتطوير التعليم من القاعدة من رياض الأطفال حتى المرحلة الابتدائية باعتبارها إن هي أساس البناء أساس البناء فبدأ بمشروع أطلق عليه مشروع تطوير التعليم قبل الجامعي أو ما أطلق عليه بشكل علمي توب بوينت زيرو فبدأ برياض الأطفال وصلنا لغاية الصف الخامس الابتدائي يمكن هذا العام بمناهج مختلفة بتدريب للمعلمين بشكل مختلف يمكن نوصل التدريب أكتر من مئة ألف معلم على شكل المناهج الجديدة وعلى شكل التطوير الجديد للمنظومة ما توقفناش عند رياض الأطفال وما توقفناش عند توب بوينت زيرو لا كانت في رؤية للتعليم المصري الاهتمام بالتعليم الفني أنا داخل على تنمية أنا داخل على مشروعات قومية أنا داخل على خطة لتطوير مصري الجديدة لابد أن يتبع ذلك تطوير للتعليم الفني اللي هو يحتاجه سوق العمل لأن اختلفت احتاجات سوق العمل دلوقتي عن السابق ففي بعض التخصصات في التعليم الفني يمكن شالوها وجابوا تخصصات جديدة تتمشى مع التطويرات الحديثة للتعليم والصناعة والاستثمار كل الحاجات دي كلها تحتاج إلى سوق العمل السوق العمل يحتاج إلى تخصصات جديدة بالفعل هو ده اللي تعمل وتبنى على نظام الجدرات نظام الجدرات ده مبني على ربط المنهج بسوق العمل بمنهج بيشارك فيه كمان القطاع الخاص بيشارك فيه الخبراء مش مجرد المنهج بتضع وزارة تربية والتعليم لا ده بيشارك فيه كمان المجتمع دي لأول مرة يمكن في مصر يحدث هذا الموضوع عندنا مجموعة الرئيس السيسي ممكن محتمي بها بشكل شخصي جدا وهي مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية دي ارتبطت ارتباط مباشر بسوق العمل بسوق العمل ومع رجال أعمال ان انا بأسس مدارس الخريج اللي منها متخص وهلاقي مكان عمل يعني هو المشكلة في ايه ان انا كنت بخرج التعليم الفني وكانوا بيعودوا من غير شغل ودايما اكبر نسبة بطالة كانت موجودة في مصر كانت موجودة في التعليم الفني عش كده الدولة فلسراطية بتاعتها اللي بدأت في 2014-2015 كانت مبنية على ايه ازاي تطور التعليم المصري اللي هو قوة الانتاج الاساسية بما يحتاجه سوق العمل عش كده انا عايز اقول لساتك التكنولوجيا التطبيقية يمكن نسبة الاقبال عليها دلوقتي يعادل سنوية العامة لا سنوية العامة يعني انا عادي عدد المدارس قليل بنتطور لان المدرسة مبنية على الشريك الخاص المستثمر صاحب المصنع هو ده اللي مبنى عليه انا عملتي الاول مرة عندي مدارس خاصة بتشكيل الدهب مصانع المشروعات خاصة بالكهرباء التكنولوجيا الاتصالات ومشاركة كانت فيها وزارة الاتصالات فانا عندي مجموعة كبيرة جدا من المدارس انا عايز اقول لساتك عن حاجة حتى المدرسة النووية اللي في الضبعة انت بتكلمي ساتك على بتاخد 95% يمكن من الحاصلين على الشهادة العددية على المستوى الجمهورية انت بتكلمي على مدارس تفوقت على السنوية العامة بشكل كبير جدا لانها تخصصات دقيقة ونادرة وتحتاج لحرف ومهارات خاصة قد لا تتوفر لكل الاخرين يعني او لكل الجيل او لكل الاقران من هذه السنة المهارات دي متخصصة يعني بتختصها لفئات محددة يعني هتوقف مع حضرتكم مع السادة المشاهدين نخرج لهذا التقرير ثم نعود رجعنا مع حضرتكم مرة تانية لازال معنا ومعكم الاستاذ سيد مصطفى الكاتب الصحفي ومدير تحرير الاهرام المسائي ومسؤول ملف التعليم ولازال حوارنا عن المشروع الجديد الذي تبنته الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع رؤية مستقبلية ورؤية متطورة للتعليم في مصر وبالتالي بالفعل تم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب كخطوة حقيقية نحو تطوير مستقبل التعليم في مصر أهلا بك يا فندم معنا مرتا أهلا بك يا فندم كلمني يا فندم عن هذا التوجيه وهذه الفكرة بالفعل تم بلورتها في شكل المجلس الأعلى للتعليم والتدريب وهناك أيضا مشروع قانون تم عرضه على مجلس الوزراء وتم إقراره وتم تحويله إلى الحوار الوطني بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمنا عن تفاصيل هذا المشروع وإيه أهدافه أيضا هو بغض النظر عن تفاصيل قبل ما نتكلم عن تفاصيل المشروع إحنا كنا في أمس الحاجة إلى هيئة مستقلة هذه الهيئة هي التي تضع السياسات هي التي تقوم بالإشراف على تنفيذ السياسات للتعليم والتدريب هي المسؤولة ونمط بها فكان الرئيس عبدالفتاح السيسي كان سبب في هذه الخطوة من رغم من الدعوات كتيرة الوحيدة التي تبنى هذه الفكرة هو الرئيس السيسي وهو لو لمؤمن بيها وعرف تأثيرها على الشارع المصري وتأثيرها على التعليم المصري وعلى سوق العمل وعلى احتياجات التنمية الشاملة وعلى مشروع مصري الحديثة كل هذه الأشياء تحتاج إلى نوعية معينة من التعليم تلك النوعية سواء كانت في التعليم قبل الجميع زي ما تحدثنا أو مع التعليم العالم والتدريب وعشان أن أكتز هذه الأحلام كلها كان لازم يكون فيه كيان خاص بهذا الحل هو يضع السرطيات يعني أنا لو هتكلم عن وزارات مهما تحاقبت وزارات التربية والتعليم وده الجديد لا تربية وتعليم ولا تعليم عالي بالرغم أن أنا عايز أقول لسادك فيه نقطة مهمة جدا نحن نلاحظها السنوات الأخيرة وهو التطور الشديد في التعليم العالي يعني حتى الجامعات المصرية بدأ يتعدل تصنيفها عالميا يعني بدلا ما كنا نحن في مراحل متخلحة دلوقتي في مراحل متقدمة للجامعات المصرية وكان آخر تصنيف كان تصنيف هولندا يمكن بالأمس وكان عندي أكثر من جامعة مصرية موجودة في هذا التصنيف العالمي ده يعود لي أن أتعدل شكلي العالمي من خلال إيه؟ أن أنا عندي رؤية واضحة لتطوير التعليم المصري نحن نتكلم على الجامعات الحكومية أو الجامعات الوطنية الأهلية ولا كمان جامعات قطاع خاص؟ لا هو التصنيف كان على... شامل؟ شامل بس هو اللي كانوا الموجودين في التصنيف هي جامعات حكومية رسمية كان جامعة القاهرة والزأزيق وجامعة منصورة أعتقد الجديدة منصورة في جانب آخر وكان في بعض التخصصات يعني الجامعات المصرية كلها كانت موجودة في التصنيفات العالمية المختلفة إذن القانون بيخول أو بيضع صلاحيات لإنشاء هذا المجلس أو هذه الهيئة ولها دور مش كده يفندم؟ طبعا وإلا ما كانتش إنشئات لازم يكون لها دور ودور كبير كمان ده فيه دور مهم جدا يا أستاذ غادة وهو دور المتابعة مش وضع للسرطيات فقط تابعة تنفيذها ومتابعة التنفيذ كمان وده الأهم وده الأهم يعني أنا عندي تقارير بتقدم كل ثلاث شهور وكل ست شهور وفي التقرير يشامل بعد سنتين هتوقف معارك عن هذه النقطة ونخرج لهذا التقرير ثم نعود نواصل حوارنا ثانيا ويلازال حوارنا عن إنجازات الدولة في مجال التعليم والبحث العلمي في مصر ولازال بيشرفنا في الستوديو الكاتب الصحفي سيد مصطفى ومدير تحرير الأهرام المسائي ومسؤول ملف التعليم أهلا بيك يا فاندوم مرة تانية أهلا بيك يا فاندوم وإحنا بنختم لقاءنا النهاردة عن هذا الملف الهم جدا اللي كل مواطن مصري في مصر كان بيحلم ليه بمستقبل وبشكل مختلف عن السابق ويمكن الأول مرة زي ما حالك كنت بتقول وإحنا كنا بنتكلم وبنؤكد أنه أفكارنا ورسائلكم وأقلامكم كرجال صحافة وأيضا أفكارنا ورسائلنا يعني عاملين في مجال الإعلام بنلاقيها بتنفذ بالفعل ودي ممكن أيضا ملحوظة جديدة يعني منذ طوالي رئيس عفتاح السيسي لإدارة البلاد البلاد بالفعل أنا عاز أقول لساتك على حاجة أن التعليم العالي إذا نحن كنا نتكلمنا على التصنيف العالمي للجامعات المصرية وتغير وتقدم بشكل كبير جدا يعني التعليم العالي بدأت من مارس الماضي بوضع استراتيجية جديدة اسمها الاستراتيجية القومية للتعليم والبحث العلمي وبدأت بالفعل تنفيذها وده تم ربطها بسوق العمل برضو والتدريب الخرجين تدريب الأسازة تدريب إلى جانب الجامعات التكنولوجية اللي بدأت والجامعات الأهلية اللي بدأت في الجامعات الرسمية الحكومية في مصر فالتعليم في نهضة كبيرة جدا خلال سنوات معدودة هنلاقي شكل آخر للتعليم المصري سواء كان تعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي وهيكون لي وضع مختلف تماما لو احنا مشينا على هذا الخط انا اعتقد ان احنا هنتغير في تصنيفاتنا ووضعنا في العالم في البحث العلمي بالذات لان فيه اهتمام خاص من الدولة ومش عايز اقول لي ساتك دلوقتي بيزيلوا كل العقبات اللي ممكن تواجه البحث العلمي وخطط التعليم في مصر وده الحقيقة امل امل كل المصرين واملنا جميعا ان مصرنا تعود مرة اخرى الى الريادة في كل المجالات وليس مجال واحد لان بالفعل مصر كانت رائدة في عديد من المجالات اللي نقدر نقول ومازالت طبعا ولكن حصل تأخر نتيجة تحديات كبيرة ومصاعب كبيرة ولكن دايما قد التحدي ان شاء الله وبشكرك جدا الكاتب الصحفي سيد مصطفى ومدير تحليل اهرام المسائي ومسؤول ملف التعليم شرفتني فان شكرا فانت وغدا حلقة جديدة على ارض مصر